أبجورة ذكية من شركة قوفي ليميزها أن توفر من استهلاك الكهرباء وتقدر تتحكم فيها عن بعد وتتحكم فيها من الأزرة الموجودة فوق بالجهاز جميع الأغراض اللي مع المنتج وائر فيش ثناية حق الكهرباء تواصل بالواير الثاني والواير الثاني بنفذ التايب سي تواصل بالجهاز وصل جميع الوائرات آخر شي تواصل بالمنتج وتتحكم بالإضاءة طبعا فيه وائد مودات حق الإضاءة تتحكم فيها من الجهاز أو من خلال التطبيق اللي تنزع لجهازك بنظام الآيوس والأندرويد هذا هو تطبيق الشركة تنزع لجهازك قوفي هوم سوي لك إيميل والسؤال في هذه إذا طلب منك تضيف الجهاز من علامة الزاد تفعل بلوتوث إذا أنت مشغل الجهاز وجاب لك الجهاز سوي لك إيميل وباسورد إذا ما عندك حساب وإذا سويت لك حساب خلاص بهذه الطريقة أنت بتتسوي رابط بين الإضاءة والتليفون وتغير اسم الجهاز وتستخدمه عن بعد تربط جهازك بالواي فاي ويتم الربط بين الجهازين بيطلب منك تسوي أبغريد سوي أبغريد عشان يعطيك كل المزايا الموجودة في الإضاءة طبعا مجاني ما تدفع عليه ولا شي بس والله سوينا الأبديت حين نتحكم بالإضاءة عن بعد بكل المزايا مثلا حتى حدة الإضاءة تختار لون لتبيه بعدين تختار قوة الإضاءة الحين 21% شوفهم 100% شلون الإضاءة وايد قوية تبارك الرحمن بالتطبيق تختار كل الإعدادات اللي تبيها حتى تفعل وضع الموسيقى إذا مشغل مغطة عند أدعية قرآن موسيقى أصوات محيطية لضاءة تفعل مع الصوت أو تثبت لون معين أنت بيه تتحكم تدرجة الألوان وقوة اللون وتفعل تايمر مثلا لضاءة تشتغل معاكل مغرب تساكر الفير مع الشروق تختار كل الإعدادات اللي تبيها من التطبيق في وايد مزايا في التطبيق وايد وايد مزايا صراحة نفعل وضع الصوت حتى تشوف تختار الأوضاع اللي تبيها لشكل الإضاءة كل الإعدادات والخيرات موجودة وفي أنك تختار لون معين وتسجلب اسم مثلا إضاءة النوم إضاءة الأفلام إضاءة مسلسلات إضاءة القاعدة العائلية الرابع وغيرة كل شيء يسوي من التطبيق وهذه عدادات تطبيق كاملة موجودة عندك وبعد يدعم نظام أليكسا للأوامر الصوتية أليكسا و جوجل أسستنت فتقدر تتحكم بالإضاءة عن طريق الصوت تبي تساكر وتشغل لضاءة عن بعد بس في هذه الطريقة لو عندك الأوامر الصوتية جوجل أسستنت أو أليكسا بعد بالصوت وانت يعني بعيد عن لضاءة تساكر وتشغل لضاءة وتتحكم فيها طبعا اللظام ما تشتغل معه يعني عن طريق الشاحن تشحنها وتستخدمها لا لازم تكونوا مصلة بالكهرباء فأصلا يستخدمونها شباب القايمينج يستخدمونها اللي يحبون يحطون ديكورات في المكتب في القعدات في المجالس وغيرة يعني شباب القايمينج يحطونها إحدى الشاشات مثلا يضاء يمين ويضاء يسار الشاشة وتتحكم فيها أنت خلاص بعدين من خلال التطبيق يعني وايد عددات في التطبيق تحكم فيها أنت عن بعد تشوف تبارك الرحمن قوة اللظاء شلون تابعون مثال حي تشوفوا اللظاء هذي كلها اللي في المكان ترى من اللظاء هذي فقط ولا ليتم شغل في المكان اللي أنا فيه فقط بس من اللظاء هاي تخيل تشوف تبارك الرحمن دائما طوالت عليكم شرح منتج تأكد أني أنا مستنتعي بالشرح هذا تشوف الأوضاع اللي تختارها من خلال التطبيق الروبيكس كيوب ألوان هاي اللعب الروبيكس كيوب تعرفونها أكيد شوف وايد أوضاع موجودة في التطبيق أنت تختار الوضع اللي تبي أو أنت تسوي لك وضع أنت يعني تبي تغير الوضع الإضاءة يعني من خلال الألوان اللي تبيها يعني هم أردد يحطين لك أشكال وانت تغير من خلال التطبيق كيفك متوفرها الإضاءة في موقع سيرك التستور قسم الأجهزة الذكية تطرشها الفيديو حيك شخص محتاجها الإضاءة أو تنصحبها الإضاءة يعني